هاي خبرية الواوا لخرجة الجديدة هايدي واوا أنا يعني واوا منهو صغار واحد بقولوا له فيه واواهم التلميذ الرهبات بيعرفوا والرهبان بيعرفوا انه ما بيقول شو كان ممكن يكون الواوا اللي عم تحكي عنا لو تطرقت رئيسي غادة عون الى موضوع ملف القردة الحسن يا سيدي اليوم بالقضاء صار فيه قضاءات فيه قضاء للرئيس عون فيه قضاء للوزير جبران باسيل والرئيس عون فيه قضاء للرئيس نبيه بره فيه قضاء للرئيس الحريري فيه قضاء تابعين للرئيس وليد جملات إذا مش معزاء وليد باك ما بتمشى العملية خلانا احكي الامون متل ما هي الرئيس غادة عون لا مين تابعة؟ تابعة للرئيس ميشيل عون والوزير جبران باسيل يعني تنفذ ما يطلب منها؟ أكيد أكيد؟ سياسيا أكيد تابعة أكيد 100% ما يطلب منها تابعة شي وتنفذ ما يطلب منها شي تاني يعني سؤالتك تنفذ ما يطلب منها؟ تنفذ وتابعة والأكثر من ذلك أنا عم بحكيك صراحة بس والأكثر من ذلك أنا لا أنكر نظافة كف القاضي غادة عون وأنا كنت مستنظر له مستقبل قضائي ممتاز لأنه مرأة بعدة مراحل كانت تتخالف قرارات محكمة الاستقناف على فكرة هذه في أكتر بينش هذه قضائية فيها بهيدا المجال أنا عايش في العدلية وهي بتعرف أنه أنا بعزة كتير بس اللي عم تعمله اليوم فاتحة حسابها ما بيجوز لقالها هي لقالها ما بيسوخ هي عم تطلقها كأنه أوامر هي الأامر الناهي اللي هي بيحميها واللي بيقوله مثلا بيشلح تيابه وبيبرد هي عم تشلح تيابه القضائي وتروح نحو السياسي إلا إذا بتشلح سياسي اللهم ولكن هي وقت ترفض أوامر مجلس قضاء الأعلى مجلس قضاء الأعلى هو الهيكلية العليا الكبرى بالبلد هي اللي هو سلطة قضائية مستقلة هي راحت تطلق رئيسي عون ردت ردت علي بتقول أنه هي أبلغت يعني عملت أرسلته للتحقيق والمخابرة لدى جهاز أمن الدولة وهي بانتظار نتائج هذا التحقيق سلسطوني يعني ما خافت من الواقع سلسطوني بقوله بيقعد أعواج بيحكي جالس لا أنا سألتني على المزيعة اللي الستة اللي كنت معها نبيلة عواد زميلتنا نعم زميلتكم مجالة تحقيق سألت سؤال شرعي أنه فيه إخبار بحق القاضي غدعهم بحق القرد الحسن أنا جوابت على الموضوع القرد الحسن يخص حزب الله يخص المقاومة وقال سمحت السيد حسن نصر الله نحن ولن نترك جماعتنا أنه يجوعوا القرد الحسن هو بده إذن إذا بك تحكي إنونا هو عم يعمل كل شي حسن مشين شرعا وإنونا شرعا أول شي وإنونا بالنسبة لألون شرعا سوري وليس قانونا لأنه إنونا بدك تروح على مصرف لبنان تقدم طلب جيب علمه خبر مؤسسة حمالية لم يعطى ترخيص كموقع أو ترخيص ولكن شو كان الواوا شو كان الواوا اللي ممكن كان ينتظر الرئيسي غداعون لو تطرقت إذا هزم الله رحلك يا لاش لأنه وقت اللي بيجي واحد يعني مثل حزب الله بيعمل جمعية القرد الحسن لا بيسجلها بمصرف لبنان لا مؤسسة مالية ولا كونتوار ولا شي ولا يعني بيسأل عن من سؤالين يعني هاي علامة القوة يعني يعني الحق للأقوى والحق للأفضل والحزب الله هو الأقوى والأفضل بالبلد يعني منك العقلنا بندها تبعط إخبار تورط فيه جهاز أمن الدولة هي بتعرف أنه هاي دي ماشي أنه بعد تطلوهي للي وقتوني صليبا الموجال وتحية أمن الدولة أنه شو بدون ينزل يشوف تحت بشارع معوض أو بشارع الشهيد هادي نصر الله بدون يشوف أتأم أنا بقل له من هلأ فيه إخبار مقدم عندك وهو دي مخالفين للإنون لكن شرعا عند الإسلام مسموحين ماشي بتاخد معا شمع أحمر فيه أتأمات عالطريق اسمه القرد الحسن تسكرون وتجي من هيك عم قللك فيهاش تسكرون بالشمع الأحمر لأنه فيه واوا فيه واوا شو الواوا؟ يعني بتتأذى شو يعني؟ بتطير من محلة ساعتها بطب يعني ساعتها يمكن ما بعرف شو بصير مجلس قضاء أعلى وتشكلات قضائية طويلة عريضة ما قدرت تطير غادعون من محلة مين بدوا يطيرها من محلة؟ حزب الله حزب الله بطير بدك يه؟ لاش بدي يقول لك أنا أنه حزب الله شو هلأ؟ يعني هو يعني نازل ملاكي من السماء هو كمان مقلوبة حزب الله هالإيام؟ أنا لأ مع الحزب معروف موقفي بس أنه حزب الله بدك تلعب معه ولو الحد هوني وصلنا أنه يعني مقاومة عم تقارع إسرائيل بالجو وبالبحر وبالبر وعم تقاتل عهدود تركيا والعراق والأردن وعم تقاتل بمئة محل وبالمخابرات ومكان بدأ تجي هلأ غادعون يعني ما احترامي لرئيس غادعون تجي تكسر له مشروع طويل عريض هو هو جماعته وأهله وناسه ما رح تقبل هذا لش مشروع البطاقة السجاد كذلك الأمر هذا مش مخالف للأنون بس ما فيك فيه ناس بدأت تاكل بدأت تعيش تحت الحزب بدأت يؤمن جميع تحر فيهم